اشتركوا في القناة للاندية العربية للسيدات مغربان عن اعتزازه باستضافة البحرين لهذا الاجتماع تجسيدا لحرصها المتواصل على انجاح مسيرة العمل الرياضية المشترك بين الدول العربية ونهجها الراسخ بدعم كل جهد من شأنه الدعم ومساندة التظاهرات الرياضية العربية ونوها بالدور المهم الذي ألعبه اتحاد اللجان الأولمبية العربية في النهوض بمسيرة الرياضة العربية وثمن مع ليه عاليا الرعاية الكريمة التي توليها صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قارينة حاكم الشارقة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة لدورة الألعاب العربية لاندية الصيدات من جانب أشهد سيد سعود بن علي العبد العزيز أمين عام اتحاد اللجان الأولمبية العربية بجهود البحرين الدائمة لمسيرة اتحاد اللجان الأولمبية العربية بصفة عامة لدورة الألعاب العربية لاندية الصيدات على وجه الخصوص ترجمة نانسي قنقر